اشتركوا في القناة صلاح عقد اول مؤتمر لهيئة الامم المتحدة عام 1972 ليناقش المشكلات البيئية بطبيعها العالمي الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية والسياسية للدول لان الغلاف الجوي متصل وتدور فيه المواد الملوثة من بلد الى اخر السؤال هنا لو بصيت على الاربع اجابات هتلاقي ان اولا فيه مؤتمر عقد من هيئة الامم المتحدة ثانيا السؤال بيتكلم على احدى المشكلات البيئية وسالسا السؤال بيتكلم على فكرة ان الغلاف الجوي ده مش خاص بدولة معينة ده خاصة بجميع الدول لانه ينتقل من بلدة الى اخرى والسؤال هنا بيتكلم على فكرة هل هي حل المشكلات بشكل تقليدي بالطبع لا ولا حماية حقوق الاجيال القادمة ولا كمان بيتكلم على المناهج الدراسية انما بيتكلم على وجود رقابة على التغيرات التكنولوجية والشيء بالشيء يقال في مؤتمر بيتعمل عندنا في نصر هنا بكتوب ان المؤتمر ده اللي هو عندنا اسمه والمؤتمر ده الخاص بالتغير المناخي وما تنساش اسم المؤتمر داعشة لو جاي في السؤال المقادي تبقى عارف المثال اللي تكتبوا عليه مؤتمر بعنوان اللي بيتكلم على التغير المناخي وهيبقى منعقد في شرم الشيخ السؤال التاني بعد ما بيتكلم على ده السؤال بيتكلم تسعى الكيمياء الخضراء الى تقليل ما تسببه صناعات الصيدلانية والبترولية والبلاستيكية من تلوث مثل تطوير كذا وكذا وكذا بدلا من المذيبات السامة طبعا السؤال بيتكلم على الكيمياء الخضراء اي الكيمياء النظيفة الى التغلب على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الخراري او ووقف ارتفاع الحركات عند كذا درجة مئوية ومراجعة ذلك كل خمس سنوات السؤال هنا بيتكلم على فكرة ايه؟ هنا بيتكلم على قانون ان احنا لازم نتغلب على الانبعاثات او فكرة ان احنا نوقف الانبعاث الخراري الموجود في الكرة الارضية عند درجة معينة حتى لا يؤثر بالسلب على الكرة الارضية وان كلمة الكرة الارضية بتيجيب الفاظ متعددة هي كل الارفاظ متعلقة بكلمة الحيوي مثل الاطار الحيوي الغلاف الحيوي المجال الحيوي كل ده بيعني الكرة الارضية فالسؤال هنا بيتكلم ان احنا ايه؟ نتغلب على الانبعاثات ودي فكرة عندنا الوعي والالتزام او مرحلة الاحترام والصون اما بقية المراحل الى التدمير والتخريب القهر والاستبداد ومرحلة التوضيح والاستفادة ومرحلة الخضوع والخنوع وما تنساش أن في مرحلة الخضوع والخنوع كان الإنسان يتسم بالجهل كان الإنسان يتسم بعدم المعرفة قال الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها وبنان عليه كان سيدنا آدم عليه السلام لا يعلم شيئا قبل أن ينزل الأرض فالمرحلة دي كان إنسان فيها خضوع وخنوع إلى ما في الطبيعة يبقى الطبيعة كانت أعلى من الإنسان في مرحلة التقديس والتقليل ثم بعد كده الإنسان سيطر عليها فيما بعد في التفسير والتوظيف والاستغلال والسيطرة والقهر والاستبداد ثم بعد كده ابتدى يرجع يعمل تقليل للإنبعاثات دي ويحافظ على البيئة في المرحلة الوعي والتزام أو مرحلة الاحترام والصول المرحلة البعدية بيقول يقول مراكامي توقف عن قتل نفسك ستمضي الأمور إلى حيث من المفترض لها أن تمضي إذا تركتها تسير في مجرى الطبيعي عندنا مجد أجماعة عند ما يسمى بالطويين أو لأوتسي ولأوتسي هو زعيم من زعماء الطاوية عند الصينيين القدماء واللي شايفين أن الطاو اللي هي الطبيعة ألف لا انتهى الطاو ألف لا انتهى الطبيعة شايف أن الطاو اللي هي الطبيعة هي المتحكمة في مجرى الأحداث وأنها المبدأ والمقال إحنا عندنا منقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء كذلك عند الطاويين يرون أن الطاو أو الطبيعة هي المبدأ والمقال والمقال هو النهاية المبدأ الذي يأتي منه كل الكائنات والمآلة الذي تعود إليه كل الكائنات وبناء عليه المبدأ ده كان موجود عند الطاوين هم شايفين أن أنت لا تتدخل في البيئة مطلقا لأن التدخل في البيئة بأي نوع من أنواع العلم يعود عليك بالخراب يقول لاوتسي في كتاب الطاو أتحسب أنك قادر على تولي أمر العالم وزمامه أنا لا أرى ذلك فإنك إن أردت ذلك عاد عليك بالخراب والضمار عشان كده بنقول لاوتسي ده أول واحد قدم تحذير عن التلاعف البيئة بأي حاجة علمية أو تكنولوجية زائدة وهو صاحب مبدأ اللامبالاة عدم الفعل داع الطبيعة تأخذ مجراها أو زي ما بيقول الفنان محمد نيدي مو هي كل واحد فهاله أنت فهاله وأنا فهاله كل واحد يسمي البيئة بالطريقة اللي تمشي بيها ما لكش دعوة ما تتدخلش من البيئة لأن ده هيعود عليك بالخراب والضمار والسؤال هنا بيتكلم على أفكار لاوتسي هو زعيم الطاوية ليه الفكرة للربع الانسجام والتناغم بين الإنسان والطبيعة أنت خيط في شبكة الحياة ليس لك أن تتدخل فيها فأنت مشارك لست مستعمر وإنما أنت عضو عادي أنت موجود في البيئة عشان تتشارك وتتناغم معها لأن الكون مقدس لا يمشي للصدفة قال الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر يبقى الفكرة عندي إن الكون ماشي الواحد وما تتدخلش أنت فيه وده مبدأ لأوتسي عند الطاويين السؤال اللي بعد بيقول تقول ميجلي إن أنا لسنا مستقلين ولا مكتفيين ذاتيا إما كنوع أو أفراد ولكن أنا نعيش بشكل طبيعي في ظل اعتماد متبادل عميق وركز على كلمة عميق دي وقلت عكس كلمة عميق هو كلمة ضحلة فلما يجي سؤال على الايكولوجيا العميقة عكسها الايكولوجيا الضحلة للسطحية وبناء على أنت فهمت إن كلمة العمق دي موجودة عند إيرني نايز أنا واحدة في الأربعة معناها إن أنت يبقى فيه تبادل منفعة بينك وبين البيئة والتبادل ده يبقى كمان تبادل عميق السؤال بيتكلم إن إحنا مش مستقلين إحنا معانا علاقات مع البيئة ولازم التبادل ده يبقى تبادل عميق في الايكولوجيا طالب هيسألني عن إيه الايكولوجيا قلت لك التدخل الزائد من الإنسان في البيئة بالتكنولوجيا أدى إن البيئة يجيلها أمراض وتعاين الأمرين بسبب تدخل الإنسان وقلت لك اعتبر إن البيئة دي عبارة عن بني آدم وإن إن إنسان تدخل فيها بزيادة وإن الإنسان آلمها وآذاها وضرها فالبيئة اشتكت فلما آذاها بالتكنولوجيا الزيادة قال لها عندك إيه قالت له عندي ايكولوجيا فما تنساش إن البيئة لما عانت من الإنسان قالها مرض اسمه الايكولوجيا وهو العلم البيئي وبناء عليه السؤال هنا بيتكلم على أني واحدة في الأربعة أكيد بيقول لي تبادل عميق أن الحياة البشرية اللي هو البن أدمين والغير بشرية النباتات والخيوانات والجبال والطلال والهضاب كل ده لها قيمة بحد ذاتها يعني إيه لها قيمة بحد ذاتها أولا نكتب الأسماء دي عندك القيمة الذاتية القيمة الجوهرية القيمة الأصلية إنك بتحافظ على البيئة بدون منفعة بتحافظ على البيئة بدون استعمال أو استخدام سواء استفدت أو لم تستفد يجب عليك أن تحافظ على البيئة عكس مبدأ المنفعة أو البراجماتية وهو الذي يرى أنك يجب أن تنتفع يجب أن تستفاد حتى تحافظ على البيئة مين اللي كان عنده مذهب المنفعة؟ بيتر سينجر ويرد وتوم ريجاد أما اللي شايف أن انت مش لازم تستفاد هو عندي كابتن أردني نايس اللي شارب شايف أن في حاجة اسمها القيمة الذاتية إنك بتحافظ على البيئة أسوأ أن استفدت أم لم تستفد؟ يبقى هيا البشرية والغير بشرية لها قيمة بحد ذاتها سؤال بعده بيقول إن الجماعة الأكثر تهيئاً وده كلام عبد الرحمن بن خلدون إن الجماعة الأكثر تهيئاً لتكوين الدول هي سكان البادية طب هو شايف ليه سكان البادية بالذات هم اللي يقدروا يكونوا دول قال لي ويعود ذلك إلى ما تشتمل عليها هذه الجماعة من تماسك داخلي قوي أول ما يتكلم يا جماعة على تكوين دول أو يتكلم على تماسك داخلي بيتكلم من الناحية السياسية ليست اقتصادية ولا ثقافية ولا اجتماعية أنا بتكلم على تكوين دول بتكلم على تماسك داخلي بتكلم على وجود عصبيات العصبيات هو الانتماء الشديد للمكان اللي انت فيه زي عصبة الأمم المتحدة وده لفظ في اللغة العربية يبقى كلمة عصبة أو الروابط كل ده معناه الانتماء وتكوين الدول دي أمور سياسية التماسك الداخلي أمور سياسية الصراعات أمور سياسية كل الأمور دي بتتكلم عندي على أني واحدة تأثير البيئة على النواحي السياسية أما ابن ردوان اللي كان بيتكلم على المرض وربط ما بين الأسباب والنتائج وما تنساش عمل دراسة ربط فيها ما بين الأسباب والنتائج في الأمراض علاقة البيئة اللي انت عايش فيها بالأمراض اللي ممكن تجيلك فما تنساش إنه واحد عمل دراسة والتاني تكلم في السياسة اللي عمل دراسة ابن ردوان واللي تكلم في السياسة ابن خلدون قال لي طيب يرى أصحاب المذهب القطعي في الفلسفة أنه بالإمكان الوصول إلى الحقيقة أما الشكاك فيرون أن الحقيقة ظنية السؤال أنا بيتكلم على الوصول إلى الحقيقة أو الشك والشك تعريفه عندنا ليس أن أنت بس فقط محتار لكن تردد بين نقيدين بنسبة خمسين خمسين يعني عندك قدرة على اتخاذ القرار ليس لديك قدرة اللي احنا بنسميها نصلي صلاة استخارة لأنك في الأمر في الموضوع واقب بين البنين أو كما يطلق عليه في الفرنسية قال لي لو أنت واقب بين البنين كده ومش عارفت الدخل كده ولا كده فأنت في موقف من الحيرة والشك وأول لما تلاقي السؤال بيتكلم على المعرفة أو الشك بيتكلم على المعرفة أو الجهل يقع عندي مبحث من المباحث الأربعة دول اللي تكلمني عليهم وهو مبحث الإبستيمولوجيا ولو عزت تفتكر عشان في الامتحان المصطلحات دي هامة جدا افتكر كالتالي أنا عندي مبحث اسمه الإبستيمولوجيا مبحث يعني فرعة وعندي مبحث اسمه الإكسيولوجيا وعندي مبحث اسمه السيسيولوجيا ومبحث اسمه الأنتولوجيا طبعا السيسيولوجيا اللي هو علم الاجتماعي اللي جاي من كلمة سوسايتي لكن الثلاث مباحث التانيين هم الرئيسيين بالنسباني وأنا أتذكر مع بعض إن واحد خاطب وحدة والوحدة دي خطبها طلقها لكن للأسف خطبها ده هو بنخلتها ومضطرة آسفا إن خلتها تيجي عندهم كل شوية فهي عايزة تبينه إن اللي بعنا خسر دلعنا وبناء عليه هيفصل للآتي لما جات عندنا في البيت ظهرت في أفضل صورة وكنت في البيستيمولوجيا عشان أغيز من الإكسيولوجيا تاني لما ظهرت في أفضل صورة لما جات عندنا أنتلوجيا ظهرت في أفضل صورة عشان أغيز الإكسيولوجيا وما تنساش إن الأهم على الإطلاق فيهم والأهم في القصة ومين؟ الإكسيولوجيا يبقى الإكسيولوجيا هو مبحث الأخلاق أما مبحث الإبيستيمولوجيا غص بالمعرفة والشك واليقين ومبحث الأنتلوجيا هو مبحث الكون والوجود السؤال لمعضوا؟ يقول دكتور محمود فهمي زيدان في هذه الحالة للتعويض عن عقم الزوج فإن الأم نفسها تحس أنها هي الأم وأنها هي الأب وكأن الأب هنا فعل شيئا واحدا وهو تبني الطفل أركز في السؤال السؤال بيقول عقم الزوج يعني المشكلة فين؟ المشكلة عند الزوج الاتنين اللي فيهم مشكلة عند الزوج هما التلقيح الاصطناعي أو بنوك المنية الاتنين دول هما اللي فيهم مشكلة عند الزوج تبقى أنهي واحدة فيهم إن الأم بالدور دورها على إن هي الأم والأب وإن الأب دوره الوحيد فقط هو تبني الطفل يعني هو مش ابني؟ لا يعني فيه اختلاط أنساب؟ آه يعني فيه عدم معرفة الهوية أو الديئة بتاع الطفل أيها ده موجود فقط في التلقيح الاصطناعي يبقى التلقيح الاصطناعي وجود طرف تالت ذكر بيقوم بتلقيح الحيوان المنوي داخل رحم البويضة أو داخل رحم الأم الثانية بس مز زوجته ده طرف خارجي وبنان عليه بيبقى عندنا مشكلة وهي عدم معرفة الهوية أو اختلاط الأنساب زي ما بنسميها يبقى لما تكون المشكلة عند الذكر يبقى عندنا أمرين يا إما التلقيح الاصطناعي يا إما بنوك المنية مشكلة التلقيح الاصطناعي عدم معرفة هوية الولد مش عارفين مين الوالد الحقيقي الوالد البيولوجي ده مش عارفينه ومشكلة بنوك المنية هي تجارة الأعضاء أن الصفات الوراثية اللي موجودة في بنوك المنية الخاصة في الذكور أصبحت تباع وتشترى فاللعني خضر أو شعر أصفر مش هيتباع زي الدميم والشجاع مش هيتباع زي البتيل والطويل الجميل مش هباع زي الدميم القصير وهكذا ان الصفات الوراسية اصبحت تباع وتشترى وده بيتم في بنوك المني سؤال لبعده يقول جالينوس ان قصد الطب التماس الصحة وغايته احرازها فالطبيب مضطر الى ان يعلم الاشياء التي تعيد الصحة اذا فقدت والاشياء التي تحفظها اذا كانت موجودة يعني اللي موجود نحافظ عليه واللي راح من الصحة نحاول نسترجعه وبناء عليه ده معناه العدل في ممارسة المهنة قال لي لا العدل ده معناه المساواة طب معناه تجنب الحق الازى قلتلك بالله عليك تجنب الحق الازى دي بتجاوبها لما السؤال يقول ان الطبيب او الممرضة او المستشفى هم سبب الازى بتاع المريض يعني مشرة كهرباء اتقرى غلط عدم تعقيم الادوات عند طبيب الاسنان لما يكون الطبيب او الممرضة هم السبب في ده تقول لي تجنب الحق الازى والتالت اقترام الاستقلالية ان المريض برحته والربع والاخيرة رفع الضرر عن كاهل المريض وقلت كاهل يعني عاطق وعاطق يعني كتف رفع الضرر عن كاهل المريض اي المنفعة السؤال لبعضه يقول جوزيف جال بما ان الجمجمة تأخذ شكلها من الدماغ هذا يمكن قراءة سطح الجمجمة كمؤشر ضاقية للاتجاهات والنزاعات النفسية لدى الافراد وتصنيفهم الى فئات ركز اول ما يربط ما بين البيئة اللي انت هتتولد فيها والوراثة اللي انت ورست منها صفات الوراثية يعني بيتكلم عن الوراثة والبيئة الوراثة والسلوك الوراثة والاستجابة الوراثة والافعال بيتكلم قبل ان تولد وبعد ان ولد قبل ان تزلط وبعد ان زلط ما تنساش قلتلك ان الكلام ده اللي بيربط ما بين البيئة اللي انت هتتولد فيها والوراثة قبل ما تتولد بتبقى الإجابة الحتمية الجينية قال لي طب الحتماية الجينات دي موجودة في أني واحدة في الأربعة قال لي موجودة في ممارسة أنواع من العنصرية البشرية ما تنساش بقى الأربعة دول استبعاد بعض الأفراد من المهنة التي تتطلب مجهودا جسميا ما تنساش لو الموضوع متعلق بالمهن اسمها التفرقة في المعاملة ونشونون شوية ألفاز معناها مهنة المهنة الحرفة الصنعة الوظيفة الترقية النحلة النحلة يعني الوظيفة بكسر النون النحلة هي الوظيفة قال لي طيب أو استبعاد بعض الأفراد من حصولها على التأمينات ودي تسمى التمييز على أسس جينية والتالتة التحكم في السلالات طالما هتتحكم في الحاجة هو علم اليوجينية والربع الأخيرة ممارسة أنواع من العنصرية البشرية وهو الحتمية الجينية يرى أحد المفكرين أننا بحاجة إلى مؤسسة كبيرة تقوم برعاية النسخ التي يتم إنماؤها طبعا النسخ أو النمازج معناها الاستنساخ النسخ أو النمازج معناها الاستنساخ وده يترتب عليه واحدة من الأربعة لأنه بيقول فمثل هذه النسك بعد كده بيتكلم أن هي ليس من المتصور ليس من المتصور أن تنشأ في وسط أسري واحد مستنسخ هيبقى ليه أسرة ليه طب لهو ما لوش أسرة يبقى أني واحدة في الأربعة القضاء على مفهوم الوالدية أنا مش محتاج أب أو أم لأن أنت مستنسخ من خلية الاستنساخ لا يتم عن طريق الحيوان المنى والبويضة وإنما الاستنساخ بيتم عن طريق الخلية فما تنساش أن السنساخ اللي آخرها خه بتبتدي بالخلية اللي أولها خه فالسنساخ يأتي من الخلية والسؤال اللي بعده بيقول أقول دكتورة رباب رجب تتبع بعض المنظبات الحديثة أسلوب ثقافة المهمة أي التركيز على تحقيق الأهداف وإنجاز الأعمال والاهتمام بالنتاج واستخدام الموارد بطريقة مثالية كلامي هنا على الموارد كلامي هنا على البضاعة كلامي هنا على المنتج وطالما الكلام على المنتج يبقى بجاوب أنا واحدة في الأربعة قال لي وانت مغمض عينيك الاستفادة القصوى من المتاح توفير أعلى درجات الترشيد الأمر الترشيد اللي هو التوفير أن أنت تستخدم الحاجة استفادة قصوى أن أنت تستخدم الحاجة استفادة للآخر دي اسمها الاستخدام الأمثل للموارد أما البقين احترام الضابط القانونية ودي خاصة بالبيئة أو الغرامات أو التعويضات وتكوين سمعة طيبة ودي الصور الزهنية الإيجابية ودي رفع جودة العامل واللي بتكلم على تحسين الأداء وما تنساش خليك فاكر أني قلت لك أن كلمة مواصفات بتتقال على المنتج أما كلمة أداء بتتقال على العامل فالأداء دايماً بيبقى البرفورمانس ده من العمال أما المواصفات القياسية زي شهادة الأيزو تسعة تلاف وواحد على الجودة بتاعة المنتج طيب السؤال لبعضه يقول دكتور عادل صادق لا خير في عمل بدون إخلاص وهذا الإخلاص سيكسبك توازناً نفسياً لأنك صادق مع الله والتوازن النفسي سيجعل عملك متقناً كاملاً ناجحاً سؤال هل في أي عمل هل أي حد بيشتغل يحتاج إلى رقابة خارجية أيوة لأن مش كل الناس عندها ضمير إنما هل نكتفي بالرقابة الخارجية فقط؟ لا قيل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يبقى الإحسان أو فكرة الضمير الذاتي يجب أن تكون متوفرة لدى العامل العامل آه في مراقبة خارجية وإشرافه كاميرات لكن لازم كمان هو جواي بأجواة ضمير ذاتي الصدق مع الله اللي هو القاضي الداخلي أو الضمير أو بيسموه عند فريدريك نيتشا اسمه السوبر إيجو أو الأنا الأعلى وإيه الأنا الأعلى دا؟ إحنا بنسميه عندنا في لغتنا النفس اللوامة أو الضمير الذاتي وده موجود عند أي بني آدم لكن باختلاف النسب فالسؤال اللي أنا بيتكلم على طبعا غرس السلوك الأخلاق القائم على الضمير فلما يكلمني على علاقتي بربنا لما يكلمني على قاضي داخلي أو الأنا الأعلى أو الوازع الديني الجانب الديني يعني أو بيكلمني على همس داخلي حد بيكلمني أو أي حاجة وجدانية عاطفية يبقى الإجابة الضمير يقول دونيلي البعض لا يستطيع التمييز بين الاتصاب بالانشغال وبين القدر على الانتال إنهم طواحين بشرية مستغركون في العمل ولكنهم في الواقع لا ينتجون سوى القليل لذا التحلي بالسلوك الإخلاقي داخل العمل أصبح حتميا لذا لذا التحلي بالسلوك الإخلاقي إن أنت بقى عندك خلق داخل العمل الخلق هنا غير الدين الخلق غير الدين يعني ممكن شخص غير متدين يكون على أخلاق عليها الخلق جزء من الدين وليس الدين ممكن شخص يكون لا ديني ويكون على خلق صادق أمين متقن فأنا هنا بتكلم لذا التحلي بالسلوك الإخلاقي داخل العمل أصبح حتميا وده معناه الالتزام بمبادئ الموافق الأخلاقية إن كل الأشخاص تراعي فكرة السلوك الأخلاقي داخل العمل يؤكد سيت جويك على الطابع الاجتماعي للقيمة الاقتصادية أو القيمة الغيرية ونركز في السؤال ده هو جايب لي فلاسفة العمل بالأفكار بتاعتهم فكرة تدرج السلطة موجودة عند مين قال لي موجودة عند الفرابي قال لي طب والحرية والمنافسة قال لي موجودة عند آدم سميث قال لي طب وتلبيت الاحتياجات قلت له عند أفلاطون والتعاون الاجتماعي اللي موجودة عند الفرابي برضو حل أنا عشان أفكرك قلت لك إن الفرابي ساكن في الهرم في محطة التعاون فقلت لك فكرة تدرج السلطة أو الهرم دي موجودة عند الفرابي وفكرة التعاون برضو موجودة عند الفرابي تلبيت الاحتياجات موجودة عند أفلاطون إنما الحرية والمنافسة إن أنا أدور على نفسي ودور على غيري قال لي دي موجودة عند آدم سميث واسمها اليد الخفية ما تنساش المعلومة دي عشان المعلومة دي من أهم وأخطى للمعلومات اللي عندك في المنهج إيه فكرة اليد الخفية فكرة اليد الخفية إن أنت تبقى آناني وإنت بتشتغل آناني بس بدون ما تتجاوز على غيرك يعني تدور على مصلحتك الشخصية أيوة وتبقى حر أيوة طول ما أنت بتدور على مصلحتك الشخصية شئ ثقم أبيت حتى أققى مصلحت الآخرين دي اسمها عندنا في الفلسفة اليد الخفية الدين مثال واحد نازل يشتغل شغله عادي خالص هدفه الرئيسي وهو نازل يشتغل إن هو يتقاضى أجر في آخر الشهر أو إن هو يتقاضى أجر مادي على الحاجة اللي بيعمله وده طبيعي أنا بيدور على مصلحته قال لي أيوة وهو بيتقاضى الأجر ده بيفيد الآخرين سواء كان في محلة أو طبيب أو محامي هيفيد الآخرين أنا طالع دلوقتي هو على البث المباشر من اليوم السابعة قال المباشر ده أنا طلعت عشان أستفاد أنا قال لي آه خبرات ومهارات بتستفادها لكن الطالب اللي قدامي كمان بيسمع برضو بيستفاد يبقى وإنت بتحقق الأنانية هتلاقي عندك تحقق للغيرية وإنت بتفيد نفسك هتفيد غيرك الإنسان لما يدور على مصلحته الشخصية بدون تعدي على الآخرين والقاعدة بتقول أنت حر ما لم تضر وبنان عليه أنا بدور على مصلحته الشخصية لأنه مش بالطبيع أنت تضور على مصلحة الناس طول الوقت وسياد نفسك يبقى هتضور على مصلحتك الشخصية ثم تنتقل للغيرية وما تنساش القاعدة بتقول حرية تنتقل إلى غيرية حرية تنتقل إلى غيرية لو أنت عندك حرية وغير مقيد عندك دافع للإبداع وعندك كمان الأنانية بتضور على مصلحة الشخصية هتتحول إلى غيرية أنت هتفيد الآخرين أو المجتمع أو النفع المشترك مع الناس الآخرين اراد جون ديو ان هو بيقول ده طبعا من زعماء المدرسة البراجماتية النهوض بالتعليم الامريكي من خلال ان تقوم المدارس الامريكية بتعليم الطلاب بطريقة عملية باقامة التجارب العملية اوه هنا بيتكلم على ان احنا نعمل تجارب عملية داخل المدارس اني واحدة في الاربعة معناها ان احنا يبقى الفيلسوف ده واحد من الناس واحد مننا هل معناها قبول الامور على علتها الطالب بيفتكلم ان كلمة علة معناها سبب لان هي جاي من كلمة علة ومعلول او سبب ونتيجة او مع التعليل انما كلمة علة هنا معناها مرض كلمة علة معناها مشكلة فلما ماما في البيت تقولي انت علتني جبتلي العلة والمرض هنا كلمة علة معناها مرض او مشكلة او معضلة فالفيلسوف يحاول يقبل الامور على علتها طبعا لا طب الفيلسوف ينشغل بالقضايا ميتافيزيكس قال لي يعني ميتافيزيكس قلت له ما وراء الطبيعة حاجات مش قدامي حاجات مجردات قلت له لا طب الفيلسوف عاجز عن التوافق لا ما الفيلسوف بيعمل ايه قالي تحقيق التقدم الحقيقي الصريع هدف الفيلسوف حاجتين عقول ناضجة شخصيات مستقلة لا يكن احدكم ام معه ان احسن الناس احسن وان اساء الناس اساء لا يكن احدكم ام معه ان معه يعني تابع والتابع دايما وعنده مشكلة انه هو لا يأخذ قراره من نفسه ليس لدي استقلالية على الاطلاق انما الشخص المستقبل قراره ذاتي ممكن استشير الاخرين لكن برضو قراري من داخلي سؤال لبعضه يرى امانويل كانت ان تلك القيمة موجودة لدى كل ذات ومتعلقة بالارادة سؤال ومطلب يسعى اليه كل كائن الحر من اجل تحقيق السعادة السعادة دي فضيلة من الفضاء الصح قال لي صح الفضيلة دي طبع انهي مبحث من المباحث او انهي قيمة من القيمة التلاتة الجيم ولا الخه الجيم الجمال ولا الخه الخير طبع انهي واحدة من التلاتة دول ممكن نصنف فكرة تحقيق السعادة قال لي تحقيق السعادة دي حاجة على ارض الواقع قال لي وبناء عليه تبع قيمة ال ايه الخير وما تنساش أن الحق أو الحقيقة أمر يتعلق بالأقوال أو الأفكار عشان كده لما بتخش المحكمة وتوقف قدام القاضي بتقول والله العظيم أقول الحق يبقى الحق يقال أو يتم التفكير فيه إنما الخير يتم تحقيقه على أرض الواقع عشان كده بتقول اعمل الخير وارمي البحث يبقى الخير كله بيعمل كسلوك بهيف طب والجمال قال لي الجمال عبارة عن تزوق عبارة عن مشاعر عن أخاسيس يبقى التزوق أو المشاعر والأحاسيس والفنون كلها تبع علم الجمال الذي يسمى علم الاستاتيقة علم الاستاتيقة غير علم الاستاتيقة علم الاستاتيقة يخص الرياضيات والماثيماتيكس أما علم الاستاتيقة يخص علم الجمال سؤال لبعضه يقول دكتور أبو بكر إبراهيم إن حياة الإنسان فرضا أو جماعة لا تستقيم إلا باكتسابه للقيم الأخلاقية وإذا كانت الأمم في المرحلة البدائية تتفاضل بالقوة البدنية ايه المرحلة البداية دي قلت مرحلة الديناصرة با والانسان لسه عايش في الكهوف قال لي بتتفاضل بالقوة البدنية البقاء للأقوى قال لي وفي المرحلة القديثة تتفاضل بالعلم والتقنية عشان كده فرانسيس بيكون كان بيقول المعرفة قوة دلوقتي الأجمد مش اللي معاه أسلحة الأجمد مش اللي معاه فلوس الأجمد هو اللي معاه العلم أو المعرفة أو التكنولوجيا وبناء عليه السؤال اللي هنا بيتكلم على أنا واحدة من الأربعة بتكلم على هل وضع حلول مناسبة لبعض الخلافات الأخلاقية ولا ضرورة حتمية الرقي البشري أنا هنا في السؤال اتكلمت على المرحلة البداية وكلمني في آخر السؤال على المرحلة المتحضرة وطالما انت إنسان متحضري أضرورة حتمية الرقي البشري السؤال اللي بعده يقول بوانكاريه التجربة الحسية خلص السؤال طالما السؤال بيتكلم على الحواس وانت عارف ان الحواس هي الأساس اللي صح قال لي أيوة بدون الحواس لا إحساس يعني ما فيش حاجة تخش جوه إلى المخ خالص إلا عن طريق الحواس يعني البوابات بتاعة الجراش بتاعة تكي الحواس الخمسة السمع البصر الشم التزوق اللمس فما فيش حاجة تخش جوه إلى المخ أو المخيخ أو إلى جزع المخ إلا عن طريق الحواس الخمسة لو الحواس الخمسة مأفئولة ما فيش حاجة أصلاً هتخش ثم يتم تحويلها جوه إلى صورة ذهنية غير مرئية ما بتتشافش أصلاً قال لي طيب طالما الحاجة غصر الحواس يبقى أنهي نظرية من نظريتها الحقيقة لقيت السؤال على الحواس أو حاجات في الواقع تجري على طول تكتب مدرسة التطابق قلت لك دلوقتي دكتور محمد لابس بدلة لونها أحمر قلت لي لأ ده كلام مش حقيقي ليه لأن التطابق مع الحواس بتاعتك وانت شايفني شايف أنه مش لونها أحمر قلت لك تكتب لونها أغضب نفس الكلام لما قول لونها الحقيقي بالنسبة لك يبقى هي دي الحقيقي الحقيقي المطابق للواقع طب نظرية الترابط إنك تربط ما بين حاجة قديمة ومعارفة جديدة لما أجي أقول لك اتنين زياد اتنين بتساوي أربعة دي فكرة دي مش حاجة حسية لما أقول لك مجموع زوايا المسلس 180 دي فكرة مش حاجة حسية إنما متربطة مع اللابليك عشان كده دايما لو أنا كملت الحاجة وانت بتكمل معايا يعني قلت لك أكل سندويتشات فولوي فأنت هتقول لي وطعمية رغم أن أنا ممكن أكل بابا غنوج لكن انت قلت لي بالارتباط اللي موجودة عند البشر غالبيتهم يبقى لما أقول تلمة وانت تتطبط بفكرة تانية أصلية دي اسمع نظرية الترابط ودي بتتكلم على الأفكار والحاجات الزهنية أما النظرية البراجماتية ترى إن الأشياء ملهاش أي لازمة وغير حقيقية ما لم تطبق على الأرض أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجم إحنا بنسميها عندنا أفعال لأقوال هتلي نص ديني في التوراة أو الإنجين أو الكرآن بيتكلم على فكرة بس النية الصادقة بدون فعل كل الألفاظ اللي موجودة في التوراة والإنجيل والكرآن في مقارنة الأديان بتتحدث عن فكرة التصاق النية بالعمل عشان كده بتقول إنما الأعمال بالنيات مش هينفع نية من غير عمل خالص هتلاقي آية واحدة بتقول إن الذين آمنوا وتسكت هتلاقي كل آية بتقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن التصاق القول بالعمل أو النية بالعمل موجود في كل الأديان وده بيرتبط بفكرة البراجماتية اللي الزعيم بتاعها وليام جيمس وجون ديو ولو انت مش فاكر قلتلك افتكر اسمين دول احفظهم عشان مش موجودين في كتاب المفاهيم اللي هتخش بيه كتاب الامتحان إن شاء الله بإذن الله باكر فاسمهم وليام جيمس وجون ديو زعمال مدرسة البراجماتية السؤال اللي بعده بيتكلم على فكرة أما الثالث ويركز في الحتة دي فهي العراضية أي وجود البدائل والاختيارات أول لما تلاقي سؤال إن انت بتختار بين البدائل يبقى الإجابة حرية الفرق ما بين الاستقلال والحرية وإنت بتقول لي مثلا أيام الصور 19 وغيرها كني بتقول تعيش مصر حرة مستقلة يعني الحرية هي المسئولية قلت له لا ولا الحرية هي الاستقلال الفرق ما بينهم الحرية الاختيار من البدائل أما الاستقلال قال الأمر نابع مني أنا بيدي لا بيدي عمر يعني الأمر نابع مني أنا داخليا أنا لا أتبع حد عشان كده اللي بيسوق العربية بيسموها استقل لصيارته إنما اللي بيلم الأجرة وراء بيسمه تباع لأن المستقل غير التابع المستقل اللي هو بيتولى ذمام الأمور والتابع اللي بيبقى ماشي بدماغ غيره عشان كده بنقول يقول فولتير وده فيلسوف مشهور لا تمشي على الطريق المرسوم ولكن اتخذ لنفسك طريقاً يعني فكرة الاستقلال أما الحرية هي الاختيار بين المبادئ أو الاختيار بين الاحتمالات والبدائل أقولك تاكل كذا ولا كذا تقولي أكل كذا دي اسمها حرية إنما الاستقلال أنا القرار نابع من داخلي إننا لا أتبع أحداً وإنما القرار نابع مني أنا السؤال لبعضه يقول عابد الجبري إن العقل الأخلاق العربي يحتوي على قيم أخلاقية مركزية كلمة مركزية يعني إيه جماعة كلمة مركزية معناها أن الحاجة متقصلة ثابتة أصلية مطلقة الحاجة ما بتهزرش هي مسكة في الحاجة مركز سنتر وطالما الحاجة مركزية أهبص على الأربعة ألاقي واحدة منهم جزء رئيسي من الأساس العميق للثقافة ما فيش مجتمع بلا ثقافة الناس بتفتكر إن كلمة الثقافة معناها أن هي حاجة حميدة أو حاجة كويسة ممكن تكون الثقافة إيجابية وممكن تكون الثقافة سلبية أنا بتكلم على أن الثقافة عمتا في جميع الأحوال جزء من المجتمع ويجب أي مجتمع أن يكون بثقافة ولا يوجد مجتمع بلا ثقافة ولا ثقافة بلا مجتمع فالعلاقة بينهما متلازمتان متسلسلتان سؤال لبعضه نبت كوكب غازي وله قمر أو أكثر زحل كوكب غازي وله قمر أو أكثر وكذلك أورانوس وفي الآخر قال للمشترة لو خدت بالك المقدمات كلها والنتيجة اللي هتترتب عليها كلهم كواكب ما انتقلش من الخاص للعام ولا من العام للخاص ده انتقل هنا نبتون وده كوكب واحد ثم زحل ثم أورانوس ثم المشترة قال للأربعة كلهم كواكب يعني انتقل من عام لعام ولا من خاص لخاص قال لي لا من خاص لخاص طب الجملة التانية هي استقرائية ولا استنباطية قلتلك الحجة الاستنباطية الاستنباط ما فوش استعباط وبناء على الاستنباطية دايما بتبقى صارمة حاسمة لازمة ضرورية يقينية بديهية رياضية معيارية ما بتهزدش إنما الحجة الاستقرائية دايما تعتمد على الاحتمال بين البنين perhaps probably maybe الحاجة وقفة في النص بينية وبناء على دي اسمها حجة استقرائية يبقى الاستقراء دايما بيعتمد على الاحتمال أما الاستنباط بيعتمد على اليقين بصيت في السؤال لقيت مكتوب في الآخر ربما وربما هنا تعني الاحتمالية الشكية الظنية الترجيحية وده معنى ان هي استقرائية وبتنتقل من الخاص إلى الخاص يقول دكتور عبد الرحمن بدوي في تلك التجربة لا يقف فيها الباحث عن التجريب بل يجرب ويجرب ويستمر في التجريب لأن مجرد التجريب يكفي أحيانا لاستثارة فكرة عن التفسير فكرة إن انت بتجرب بنفسك فكرة إن انت بتجرب وانت موجود مع استثارة التفكير قال لي عن استثارة التفكير ركز فكرة الاستثارة معناه النكش بتنكش إيه الفكرة الاستثارة هو النكش فكرة الاستثارة للفكرة دي ان انت عايز تشوف الحاجة دي صحة ولا غلط قال لي يعني انا دلوقتي فتاة متقدم لها عريس قال لي وبعدين قال لي هل من الطبيعي ان انا سدى انه كويس من مجرد رؤيته لا بالسؤال عنه فقط لا الاصل في الموضوع القابلية للتأييد ولا القابلية للتفنيد قال للتفنيد اللي هو التكريب قال للاصل انها عمل قابلية للتفنيد يعني ايه عمل مواقف واختبارات لمعرفة ان كان مخلصا ام لا عصبي ولا لا بخيل ام كريم دي اسمها قابلية للتفنيد وده اللي بيعمله الفيلسوف او العالم ده المعمل او الفيلسوف وبيقلف الكتب بتاعته الفكرة بتاعته بيأكد عليها فكرة التثبيت وبيأكد عليها برضو فكرة التفنيد قال لي تبديق اني واحدة في الاربعة تجربة حاسمة ولا فاصلة ولا تجربة للرؤية ولا تجربة سلبية تقولوا بالراحة من غير اي كلام السؤال بيقول لا يقف فيها الباحث عن التجريب بل يجرب ويجرب هو اللي بيعملها بنفسه ولا سلبية ولا تجربة حاسمة ولا فاصلة صح؟ قال لي لا هتبص هنا في الجملة هتلاقي مكتوب يكفى احيانا لاستثارة فكرة عن التفسير عايزة اجيب فكرة يكفي احيانا لاستثارة فكرة نشوف ايه اللي هيحصل ودي اسمها التجربة للرؤية او احيانا بتسمى تجربة استكشافية انت لسه هنقشر ونعرف لسه بيجرب معرفة اثر بخار الماء على الصدق ما تنساش المثال ده يمكن اسمها التجربة للرؤية والاستكشافية اللي بعده يجب قال لي يبقى الفرض من تخيلات ناتجة عن عمق الوجدان قال لي مفيش حاجة اسمها في التجارب الوجدان اخلع عباقتك على باب المختبر يعني ايه ما تدخلش الحب والكره جوه المعمل ما تدخلش الصداقة والشعر جوه الشغل ما تدخلش المشاعر والاحاسيس والعادات والتقاليد والديانة داخل العمل إلا إذا كان الدين بيأمر لي بحاجة في نطاق العمل وبناءنا عليه الفكر اللي بتقول لي ولا يجرمنكم شناءانوا قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للطقوة يعني ايه ما تخليش حبك أو كرهك لحد يخليك تظلمه اعدلوا هو أقرب للطقوة لأن فكرة ان انت تنتزع المشاعر بتاعتك تطلعها برا فنسميها قلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي وانت داخل المعمل قلبك ده ما بقاش موجود معك خالص وتعتمد على فكرة التجربة واللي قدامك فقط اللي بعده لاحظة كلوت جورنرد من عدة تجارب أن وجود العشب يجعل بول الأرانب عكر قلويا وجود العشب يجعل ده إثبات ولا نفيه لما أقول وجود ده إثبات ولا نفيه قال لي إثبات يبقى دي بنسميها عندنا العلة تدور مع المعلول وجودا وعشان تفتكر يعني إيه علة ومعلول العلة والمعلول هو السبب والنتيجة المقدمات والنتائج بما أن وإذن لما توصل من مقدمات للنتائج يبقى دي اسمع عندنا العلة والمعلول زي كابتن النادي الأهلية والباكي الشمال كابتن علي معلول فما تنساش أن العلة والمعلول هي السبب والنتيجة وبنان عليه وبيقول العلة تدور مع المعلول وجودا أي كل ما تحدث دي كل ما هتحدث دي العلة السبب يحدث معها النتيجة يقول جابر ابن حيان الحدث يخرج المبادئ ولا يتحقق ذلك مش هيحصل إلا بحاجتين قال عيان أدي واحد ثم من عيان هنجيب الدليل اللي هو البرهان هو أصلا جابر ابن حيان كان بيعتمد عليه في الأربعة دوله تحليل النتائج رياضيا قال لي لا دا الحسن ابن الهيسن طب الفرض السوري لا دا في المعاصر طب استنباط النتائج لا إما الايه الملاحظة والتجربة قلنا ملك التجارب جيم وبه وريه جابر جيم وبه وريه تجربة وإذا كان لدينا سبايدر مان وباتمان وأنتي مان وآيرن مان فلدينا إكسيبريمينتس مان جابر ابن حيان ما تنساش أن رجل التجارب أو إكسيبريمينتس مان هو جابر ابن حيان أما الحسن ابن الهيسن أو زي ما بنطلق عليه سنسن الحسن ابن الهيسن يتعلق بكل ما يخص البصريات والمرئيات وعلم الفيزياء والرياضيات اللي هي الفيزيكس والماثيماتيكس هذا سوى قد اشتريت الحزاء من محل واي وبعد كده لقيت سعره مناسب وموضع ثقة وحاجة عظمة فنصحت صاد أصدقائك بعد كده أنهم يشتروا من نفس المحل ده ده معنى أن المماثلة الاستقرائية أو الاستقراء التمثيل ما بيحصل مماثلة ما بين حاجتين بيبقوا بيتنقضوا في كل الجوانب لا يختلفان في كل الجوانب لا يتمثلان في كل الجوانب ولا بعض الجوانب اي مماثلة بتبقى في بعض الجوانب قلتلك تعرف الكريز قلتلي لا والله قلتلك تعرف التوت قلتلي اه قلتلك هو شبه قلتلك تعرف ثمرة الكاكا قلتلي لا والله قلتلك تعرف الطماطم قلتلي ايه قلتلك هو ده شبهها يبقى انت لما بتتكلم على فكرة المماثلة بتبقى المماثلة في بعض الجوانب قلتلك تعرف محمد سعيد قلتلي لا والله قلتلك تعرف احمد مكي قلتلي اه قلتلك هو فيه منه شوية دي اسمها المماثلة اي تماثلا في كل الجوانب ولا بعض الجوانب بعض الجوانب وما تنساش ان المماثلة تستخدم في الاستبصار والاستبصار معناه الاختراع او الاكتشاف استخدمت المماثلة قديما او حديثا بالاستبصار اي الاختراع ما تنساش الانسان احيانا يميل الى تبني بعض الافكار لا لكونها في ذاتها ولا لكونها الاكثر تعبيرا عن رغبات وميوله الخاصة الانسان يميل الى رغباته وميوله الخاصة اي وهم الكهف احنا عندنا كم وهم اربعة وهم الجنس البشري والطبيعي لعند الناس كلها وهم الكهف والذي يخص العادات والتقاليد وفكرك وعقلك وهم السوق والذي يرتبط يا اما بالامور المالية يا اما بالالفاظ والمصطلحات ووهم المسرخ ووهم الانبهار او الثقة قال لي طيب السؤال انا بيتكلم على ميولك الخاصة اتس ماين حاجة بتاعتي انا قال لي ده وهم الكهف ليه انهي نقاط الضعف في كل شخص على عهده قال لي ليه ما تنساش ان لو جاء لك في الامتحان انهي واحدة اللي بتمثل نقاط الضعف تبقى عارف ان هو وهم الكهف والقاعدة بتقول انا عندي وهم الكهف بيمثل نقطة ضعف انا عندي وهم الكهف بيمثل نقطة ضعف لان كل واحد من اللي قاعدين او اللي موجودين في الحياة لديه بعض نقاط الضعف بتسمى عند علماء المنطق او المناطقة بوهم الكهف او احيانا بتسمى في كتب المنطق بوهم المغارة اللي وبناء عليه اللي جاء بها تبقى نقاط الضعف في كل شخص على عهده وما تنساش ان الوهم اللي خاص بالالفاظ المصطلحات هو وهم السوق وهم السوق بالنسبة لي ان يبقى فيه امبجوتي او ازدواجية في المعنى ازدواجية في المعنى يعني ايه انا قلتلك دلوقتي واحدة بتكلم واحد زميلة بتقول له انا بحبك فرح وطار في الهواء قيت له زي اخويا المعنى انقلب مرة اخرى ففكرة ان انت تقول للالفاظ لها معنيان زي ما بنقول في بيت الشعر طرقت البابة حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني وقلت يا اسماعيلة صبري فقالت يا اسماعيلة صبرة كل كلمة من اللي انا قلتقم دوليها معنى غير التاني المعنى بيعتمد على بنسميه المجاز او فكرة التورية الكلام ده موجود عنها في الواء العربية وده بيسمى بوهم السوق السؤال اللي بعده ان الرياضيات كزا وفي الاخر قال لي قوانين منطقية سورية اي تتعلق بالعقل والاجابة بتاعتها تبقى موجودة في العقل اما السؤال يتكلم عنها ان هي حاجة ذهنية او موجودة في العقل منطقية سورية مجردة السؤال اللي بعده اما ان اكون كزا او كزا ودي اسماع عندنا قضية الفصل بتفصل ما بين حاجتين زي ما بيقول احمد سعد انا اللي فيه الخير ولا اللي فيه الشر لما يبقى الجملة بتربط ما بين حاجتين يبقى اسمها وصل ولما تكون بتفصل ما بين حاجتين استبعاد اسمها الفصل ودي موجودة عندنا في كذب البديلين لو بصيت في الجدول عندك صفحة 234 السطر السبعتاشر بتلاقي مكتوب جواها كذب البديلين يقول بيرتراند راسل العلاقة ما بين المنطق والرياضة ايه قلت له علاقة طبعا جوهرية وما تنساش كنا زمان في اعلان بعض المنادين نقول نعمة وقوية وكلها حنية فالعلاقة ما بين المنطق والرياضيات ثابتة وقوية وركيزة اساسية ما تنساش العلاقة بين المنطق والرياضيات ثابتة قوية ركيزة اساسية السؤال بعده بيقول قضايا وقضايا يعني حاجات كبيرة جمل قضايا مقترحة ليست ببينة بينة يعني ليست بواضحة القضايا اللي مش واضحة والخاصة منسميها عندنا المصادرات او المسلمات انما لو واضحة تبقى بديهيات قال لي طيب لا يعني خط الاستواء في الجهورافيا خطا حقيقيا يشط ده مش حقيقي زي خط جرينش زي مدار السرطان زي مدار الجدي كل دي حاجات افتراضية فبيسموا عندنا فرض سوري سوري اي غير حقيقي مجرد ابستركت والحاجة المجردة التي لا تلمس يعني غير ملموسة غير محسوسة شبه الفيلسوف الفرنسي هنري بيرجسون الفلاسفة بالمتفرجين في ملعب الكرة اذ يرى كل واحد منهم الملعب واللاعبين من موقعي كل واحد شايف الحاجة من ناحيته فلو انا كتبت سبعة على الارض وقلت لك والله العظيم دي سبعة انت تقول لي والله العظيم انا شايفها من ناحيتي تمانية لان كل واحد واقف في موقع غير التاني وبنان عليه دي التخرر من التفضيل العقلي لا لو كل واحد شايف الحاجة الطريقة تبقى الاحتمالية والترجيح محسوسة وطالما الحاجة بتعتمد على الوقاة المحسوسة ان احنا هنعمل في العالم السير بالعالم خده منقل الامام يعني هنستغل ان اتجاوز الوقاة الحسية مش اللي موجوده قدامنا انما هنمشي كمان للعالم قدام تعميم تنبؤ قال لي ده بيبقى اسمه عندنا تعميم الحكم على الحالات المشابهة واي سؤال بيكلم على فكرة اذا او لو او افترض ده يبقى الناحية التانية لازم يكون في مستقبل قلت لك مئة مرة حتى في الانجليش لو قلت لك يبقى الناحية التانية 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 قول فنان محمد رمضان بيقول لنا انا لو 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 ايوة لمحت هاي نو نو طالما في لو يبقى الناحية التانية في ها طالما في ايزا يبقى النحية الثانية في مستقبل ما تنساش إن أي قارة تعتمد على الإفتراضات النحية الثانية لازم يكون في مستقبل إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاقبة سكون أو لكل عاصفة سكون سؤال البعض إن نظرية نيوتن صادقة فقط في مجال أرضنا والكوكب التي تعلف المجموعة الشمسية ولكنها لا تصدق على باقي المجرات بتصدق في مكان ولا تصدق في آخر يبقى اسمها قابلية للتفنيد والتأيين تثبت في أماكن وترفض في أماكن أخرى ما تنساش لما السؤال يتكلم على الأمانة أو النزاهة تبقى الإجابة الموضوعية والموضوعية مع ناس تبعاد المشاعر وقلناها من شوية السؤال اللي بعده بيتكلم على إن في المستقبل هيستخدمه تطبيقات الزكاة الاصطناعية أو الارتفيشيال انتليجنس بدل البني أدمين للتوظيف وبعد 30 سنة من استخدام الروبوت هيحصل إن نص سكان الأرض هيعودوا في البيت البسو الجلاليم ليه؟ لأن الزكاة الاصطناعية يخل محل البني أدم وده اسمه عندنا إن هي بتحامل تحليل تعبير الوجه للمتقدمين الوظيف وده اسمه تنفذ مهام بدقة بالغة الروبوت بتنفذ المهام بدقة بالغة لكن فكرة تحاكي النظام العضوي أوعى تجاوبها العضوي قصده إيه؟ العضاء بتاعتك الداخلية ودي مش موجود عند الروبوت ولا العضلي لأنها ما عندهاش عضلات ولا تعزز التعاطف مع الآخرين لأن الروبوت لا عندهاش مشاعر السؤال لبعده إن أنا بحاجة إلى منطق جديد خلي بالك ننجو من الازدواج الازدواج يعني حكتين بس مين اللي عمل المنطق الثنائي؟ اللي لو عمل حكتين أول حاسب بدائي والمنطق الثنائي ما تنساش اللي بنيتس عمل حكتين الخاسب البدائي والمنطق الثنائي ده مين ده؟ هو بيقول لحنا عايزين نبعد عن الازدواجية دي عايزين حاجة اكتر من اتنين يعني مش يبيد يسود سكة حياتي وكل حياتي قال لا مع ان عادي 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 عايشها في النص ايه رماضي يعني في النص ما بين البنانيين فعايش حياتي دي اسمه ايه المنطق المارين المنطق المارين ده مين اللي عمله لوكاشفستين او الاختصار بتاعه لوكاشفيتس سؤال اللي بعده مين اللي بيتكلم على فكرة ان ممكن يتعرف على الروائح المشابهة الاصلية يعني منطق رتيب ولا غير رتيب زكي ولا مش زكي تقول له لا دي الحاجات الزكية الحاجات الزكية بس زي لما بتيجي تكتب على جوجل في اي حاجة لما بتكتب على الواتساب اي كلمة هتلاقي فيه سجيسشن طلعت او اقتراحات لعطلك هل تقصد كزا ديو مين كزا وده معنى ان الزكاء الاصطناعي كله بيقوم على فكرة ايه اللي فكرة عدم الرتابة ودي اللي عملها جون مكارثي السؤال اللي بعده تقول دكتورة امل شمس الدين من اعثار شبكات التواصل الاجتماعي تقليد الشباب للمشاهير في شكل تسريحات الشعر الغريبة ومظاهر الملابس غير المتناسبة والتخرش الالكتروني كل ده موجود في اني واحدة في الاربعة في المشكلات الاخلاقية اما الادمان الانترنت ده بيجي امتى اي حد كثير الجلوس او كثير استخدام بساعات طويلة للانترنت بيبقى عنده مرض عندنا في علم النفس اسمه مرض الفومو او الاف او 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 ده اختصال لكلمة فير اوف الخوف من ان يفوتك شيئا يعني ممكن تحس زي ما بنسميه عندنا كده بالموبايل بيعمل في جيبك وهو ما بيعملش حاجة تسمع صوت الرنة بتاعت الموبايل وهو ما بيرنش ده بسبب التصاقك بالحاجة وادمان الانترنت السؤال ما قبل الاخير قلنا اي سؤال يتكلم على الحاجات المعقدة والزكاء الاصطناعي يتبقى لجابة برمجيات ما ننساش ثم اخر تلت اسئلة ما تنساش لما السؤال يتكلم على ترتيب الرموز ترتيب الرموز ان انت تترجمها تترجمها تحولها اسمها تنثيل المعرفة ما تنساش تحويل او ترجمة ان الكمبيوتر ما بيفهمش خالص اللغة الطبيعية اللغة الكيفية انها ما بيفهم الصف الواحد كل اللغراتميات والالجوريزمس دي هو اللي بيفهمها دي اسمها عندنا تنثيل المعرفة اي ترجمة المعرفة اخر سؤالين مقالين سؤال الاولاني بيتكلم على انهي مبدأ من مبادئ الايكولوجيا العميقة اللي بيتكلم على ان الدول لازم تصلح ده هتلاقي مبدأ من مبادئ الايكولوجيا العميقة موجود جواها تغيير السياسات وقلت لك تكتب جواها ما تنساش بقى قلت لك لما تيجي تكتب مثال قلت لك احنا عندنا في مصر مؤتمر في شرم الشيخ اسمه اللي بيتكلم على التغير المناخي ما تنساش اسم المؤتمر ده مطلقا التغير المناخي وده تعمل في شرم الشيخ المؤتمر ده اللي اتعمل اوه هيتعمل وبيتعمل كل سنة تم عقده قبل كده في شرم الشيخ وبيتعمل كل سنة للحفاظ على الاتموسفير بتاع العالم او والاحتباس الخراري وقضايا البيئة اخر سؤال ازا زاد الناس زاد الفقر اول ما يجي سؤال يقول لك اعمل حاجة في كيمة رمزية من فضلك اقسم الصبورة او اسم الحاجة اللي قدامك لاربع في الاولانية هتكتب ده اسمه ايه رابط ايه قلت له رابط الشرط اللي هو ايزة رقم اتنين قلت له الرمز بتاعه قلت له قاف سهم لام ده الرابط بتاعه ثم بعد كده تعمل جدول الحقيقة او قيم الصدق اللي هو الجدول اللي موجود عندك في صفحة مئتين اربعة وتلاتين ومئتين خمسة وتلاتين هتكتبه اتبكال زي ما هو ثم اخينا هتقول لي فيها تبادلية ولا مفهاش الرابط الوحيد الذي لا يتسم بالتبادلية هو رابط الشرط اللي هو اللي قدامي ده هقول له لا يتسم بالتبادلية بمعنى ان سين سهم صاد قال لي مفهاش اي تبادلية مع صاد سهم صيني يعني لما قولك اذا ذاكرت سوف تنجح ما ينفعش اقول اذا نجحت سوف تذاكر لان الاول يعقبه الثاني انما الثاني لا يعقبه الاول اما المين اللي رايح جاي كده قال لي ده رابط التشارط اللي هو كلمة ايزة فقط زي ايه ستتقدم مصر اذا وفقط عمل ابناؤها ستسود السلام في العالم اذا فقط توقفت الحروب وكده كن خلصت امتحاني ربنا وفاكم هذا وما كان من خير فمن الله وحده وما كان من خطأ او نسيان فمني ومن الشيطان واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه واسأل الله ان يجعل كل ما قلته وما سمعتموه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القلوم علي نعو بكل جميل كفيل وهو حسبونا ونعم الوكيل وصل اللهم على النبي محمد علالي وصحبه السلام سلام